بارك الله فيكم هنا في هذا المقطع التالي تنبيه على مسألة وهذه المسألة اللي نبهت عليها سابقا قلت من السذاجة أظن بأن قول الله في السماء براءة من الأشعرية إنه واحد قال لك أنا أؤمن أن الله في السماء خلاص هو ليس أشعري هذا سطحية يعني في التعامل قال ابن العربي الأشعري تمام؟ ما تكلم عن ابن عربي ابن العربي اللي هو المالك الأشعري فإن قيل قد قال لها يعني للتجارية أين الله وأنتم لا تقولون بالأينية والمكان قلنا أما المكان فلا نقول به وأما السؤال عن الله بأين فنقول بها طبعا في خلاف بين الأشعري في هذا ولكن هذا أشعري أمامك ومن علمائهم الكبار يقول هذه ما عندنا مانع ليش؟ لأنها عن المكان والمكانة فما في عنده مانع أن تقول أين الله في السماء وهو يقصد المكان ولا يقصد المكان التي يسأل عنه بأين ثم قال ولم يجوز أن يريد المكان لأنه محال عليه فإذا عاد الأشعر يقول لك أين الله الله في السماء وهو يقصد المكان فتذهب إلى الأشعر مثلا تقول أين أنت؟ يقول لك أنا طبيب تروع على واحد اسمه علي مثلا تقول له وين أم علي؟ يقول لك أمي سؤال عن مكانة فالمهم عبد الله الرشدي من الناس الذين طار الناس بمقاطعه ونحن نلبهنا من هذا أنه يعني هو قال الله في السماء هذا القول عادي يعني يقوله أشعري ويقوله سني وهذا ليس براء من الأشعرية هو رجل بنفسه يقول عن نفسه أشعري في مقطع نشره هو آخر مقطع نشره على قناته قال فيه عبارات أظن أن لماذا درس العقيدة ما رح يفهم هذه العبارات أنها من صلب العقيدة الأشعرية بل مسألة كبيرة عند الأشعرية من كبريات المسائل في الاعتقاب عندهم لكن هي غير بارزة ولا نتكلم عنها كثيرا لأن ناس يعني قليل منهم من يفهمها اسمع ماذا يقول أن الله عز وجل أجرى عادته أن يحدث هذا عند حدوث هذا أجرى عادته أن يحدث هذا عند حدوث هذا فربنا سبحانه وتعالى أجرى عادته مثلا أن يحدث لك شبع عند تناول الطعام تبهت أنت ممكن يمر الكلام عليك عادي إذا ما كنت درست العقيدة أن يحدث لك الري وذهاب الضمع عند تناول الماء وعند شرب الماء هذا الكلام كما قلناكم من أسس العقيدة الأشعرية وهو أنه الماء لا يروي إنما الله يخلق عندك ريا إذا شربت الماء ليس أنه جعل خاصية الري في الماء وبالتالي قالوا ممكن أن الأعمى اللي في الأندلس يرى بقة حشر في الصين هذه بالنسبة لهم مثل ما تقول المبصر أنا رأيت الحائط الذي أمامي والأعمى الذي في الصين رأى بقة في الأندلس ما عندهم أي اختلاف بين المسألتين ليش؟ لأن العين لم ترى إنما الله خلق الرؤية عندما نظرت إلى الحائط وهذه المسألة التي سيبنون عليها أصول عقدية فاسدة أخرى تتعلق مثلا في رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ومسألة أخرى أيضا يكفيك أن تسمع مثل هذه المسألة تعرف أنه الرجل أشعري الرجل هو يقول عن نفسه أشعري نسأل الله والله أسأل الله أن يهديه لعقيدة أهل السنة والجماعة وأن يطهره من معتقد هؤلاء وأن يجعله ناصرا للحق وأن يجعله سيفا للحق وأن ينصر الإسلام به أسأل الله ذلك وعلى فكرة الرجل الآن الأشعرية لا يرضون عنه أو كثير منه لأنه عنده مراجعات لعدد من المسائل فأنا أرجو له الخير والله لكن هذا في صلب العقيدة فلا تكن سطحيا في التعامل في مثل هذه القضايا وادعو له أنا أدعو له ومن قلبي ليس فقط لأنني أسجي المقطع بل من قلبي أحب له الخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر